أنوار من الوحي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته هذا الحديث أيها السادة يبين لنا عظم الغيبة عند الله سبحانه وتعالى ويحدد لنا مفهوم الغيبة فالغيبة هي أن تتحدث عن أخيك وهو غائب بما فيه من الصفات ومما يؤسف له أن هذه الغيبة أصبحت اليوم فاكهة للناس للصغير والكبير والرجل والمرأة ومن المعلوم أنها محرمة في ديننا وأنها من الكبائر والله سبحانه وتعالى يقول في هذا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ الرَّحِيمُ إذن مثلت الغيبة أيها الإخوة بأكل لحم الأخي الميت وهذا التمثيل فيه فضاعة وفيه شمئزاز كيف يكون عندك أخ ميت وأنت تنهش من لحمه الذي يغتاب الناس مثله مثل ذاك الذي يأكل لحم أخيه لا يأكله وهو حي بل يأكله وهو ميت إذن هذا التصوير فيه استفضاع وفيه شمئزاز من هذا الصنيع وقد ذكر العلماء وأيها السادة أن الغيبة تجوز في حالات ولا ينبغي أن نقول إن الغيبة محرمة على إطلاقها من هذه الحالات حالة التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم عند السلطان أو عند القاضي وغيرهما ممن له الولاية فمن أجل أن ينصفه في هذا طبعا من غير أن يتزيد يقول ظلمني فلان أو فعل فلان معي كذا الأمر الثاني الاستعانة تجوز الغيبة من أجل الاستعانة على تغيير المنكر فكأن تقول فلان يعمل كذا من المبقات ومن المعاصي من أجل أن نغير هذا المنكر الأمر الثالث هو الاستفتاء بأن يذهب الرجل أو تذهب المرأة للمفتي فتقول زوجي أو أبي أو أخي ظلمني وتريد استفتاء أو في مسألة ليس بالضرورة أن يكون هناك ظلم تستفتي عن مسألة معينة حدثت معها أو حدثت مع أخيها أو مع أبيها إذن هذا لا يعد غيبة أيها السادة الأمر الرابع في هذا هو تحذير المسلمين من شره يعني تجوز الغيبة لمن ذاك الذي يتصف بمنكرات وبشرور كأولئك الشبيحة اليوم في مناطقنا فهذا هنا لا تثريب على من يغتاب هؤلاء بل تحذيرنا من هؤلاء مطلوب أيها السادة والأمر الآخر هو تجريح الرواة تجريح الرواة كأن يقال فلان كذاب فلان سارق فلان كذا وهذا معروف في علم الحديث الأمر الآخر أن يكون الشخص مجاهرا بالفسق أو مجاهرا بالبدعة أو كشرب الخمر ومصادرة أموال الناس فيجوز ذكره بما يجاهر هو به من أجل ماذا؟ من أجل أن نحذر الناس من سلوكه الأمر السادس أيها الإخوة التعريف فإذا كان معروفا بلقب معين كالأعمش أو الأعمى أو الأعوار أو الأعرج يعني لو قلت فلان قد لا يعرفه أحد وإنما يعرفونه لأنه أعور أو أعمى أو أعرج عند ذلك ليست هذه من الغيبة نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين أنوار من الوحي